بهدف توفير فكهة التفاح بسعرها الحقيقي وكبح الاهتكار ومحاربة الوساطة أطلق عوان مفتشي تسيدي نعمل التجارة بمدية حملة لتفريغ مادة التفاح المخزنة وفتح نقاط بيع مباشرة من الفلاح إلى المستهلك تم اليوم بمدينة العمرية فتح نقطة بيع لمادة التفاح من الفلاح إلى المستهلك مباشرة وبأسعار منخفضة وهذا للحد من الاحتكار وإلغاء الوساطة والسماصرة وكذا محاربة المضاربة المحتملة كما أن عملية التفريغ لمدى التفاح المخزن وضخها في الأسواق متواصلة بكمية هائلة وهذا دائما يندلج في إطار كسر الأسعار والرفع الغير مبرر نحن نسق مع وزارة التجارة والأخرى موفرنا من الحل هنا باش نبيعون نهبطوا الأسعار للمواطن باش نقطعوا العلاقات تعالى البزنة زهد مديرا ما يطلعوا الأسعار دائما نقولوا إحنا الحاجة تسواب عشر ألاف هم يبيعوا بعشرين ألف الفلاحون والمواطنون استحسنوا المبادرة وطالبوا بتعميمها على كل المنتوجات هي طريقة تؤكد نجعتها من سنة لأخرى فالمواطن يربح السعر والجودة والفلاح يحمي منتوجاته من الوساطة والسماصرة